السلام عليكم ورحمة الله لو عندي مكيف فوجي خمسة عايز اعمل ليه قفل الاطفال اعمل ليه قفل الاطفال يعني اضبط المكيف علي درجة معينة واسبت علي الدرجة دي فاذا جاء حد ضغط علي اي حاجة في المكيف ما يقدر اغير في ومسلا اختارت 11 او 20 درجة علي حاجة معينة وعايز اقفل المكيف عليه كده فشايفين كلمة دايدي وكلمة التمبيرتشا الاثنين بضغط عليهم في نفس اللحظة الحد ما تحسهر ليه علامة المفتاح في الشاشة شايفين كده ظهرت علامة المفتاح كده المكيف تقفل كده ما هيقدر اي حد يغير فيه حاجة الا يفتح القفل كده اذا ضغط هنا ضغط هنا ضغط هنا ضغط هنا ضغط هنا ما حتى تغير حاجة الدرجة اللي خاتي عليها سابتة سرعة المروحة بتكون سابتة حسب الحاجة اللي اخترته هنا للمكيف كده فاذا عندك اطفال في البيت او او في احد ممكن اضغط على المكيف وغير حاجة فايتم ممكن تثبت المكيف بالطريقة دي يعني فاذا كنت عايز تفتح القفل ده مرة تانية يعني انت كده اخترت درجة وكده واخترت حاجة معي انا وقفلت على المكيف عايز تفتح القفل مرة تانية تقوم بنفس الطريقة تختار دايز وتمبيريتشير تضغط علامة في نفس الوقت لمدة اربعة تلاتة ثواني لحد ما علامة المفتاح تختفي كده بعد ده ممكن تغير الدرجة تزيد الدرجة تشغل وفان تشغل وتبريد تشغل وهيت كده خلاص كده القفل يتفتح فحبنا نوضح لكم الطريقة نشوفكم الطريقة ان شاء الله تكون الطريقة افادتكم ولو عجبك الفيديو ممكن تعملينا اشتراك تعملينا لايك ان شاء الله عليكم فيديو ممتع بالنسبة لكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة